يبدو أن قرار اجتماع بعبد الأخيرة المخصص للمحروقات لن يغير الكثير في المعطيات بحسب معلومات حصلت عليها صوت بيروت انترناشنل وبناء على الأرقام التي وافق عليها المجتمعون حيث أكدت مصادر متابعة لملف المحروقات أن 225 مليون دولار التي قررت الحكومة اللبنانية التدخل بها للدعم يقسم على الشكل التالي متوسط سعر باخرة النفط بكل أنواعه حوالي 22 مليون دولار ستكون حصة كهرباء لبنان 5 بواخر أي حوالي 100 مليون دولار ومنشآت النفط التابعة للدولة باخرتين أي حوالي 50 مليون دولار وكل الشركات المستوردة للنفط ستحصل على 75 مليون دولار أي 3 بواخر من مادة البنزين تكفي الأسواق اللبنانية لأسبوع واحد على أبعد تقدير وأكدت مصادر صوت بيروت انترناشنل أنها تتوقع انخفاضا في الطلب على مادة البنزين تحديدا أولا بسبب مغادرة عدد كبير من المغتربين لبنان وثانيا بسبب نقص السيولة لدى المواطن اللبناني بعد موجة الغلاء في جميع القطاعات وفيما يخص مادة المزود كشفت مصادر صوت بيروت انترناشنل أننا أمام أكبر أزمة في تاريخ لبنان بسبب التقنين الذي وصل إلى معدلات تاريخية في لبنان وبالتالي لا قدرة لدى الشركات على تلبية الطلب حاليا والكميات تكفي لمدة أسبوع واحد فقط ولن تحل أزمة المزود ما لم تحل أزمة الكهرباء واعتبرت المصادر أن قرار رفع الدعم سينفس قبل أيلول المقبل حيث وصل الارتفاع في أسعار المحروقات إلى نسبة 437% من عام 2019 إلى عام 2021 حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين من 24 ألف ليرة إلى 129 ألف حاليا والمزود من 15500 ليرة إلى 100500 ليرة حاليا وبالتالي رفع الدعم أصبح مطلوبا الآن قبل الغد اشتركوا في القناة